رسلة مضمونة الوصول يرسلها راشد الغنوشي في تحدي جديد إلى رئيس الجمهورية قيس إسعيد وين تحرك وعمل كلمة وتحدى فيها كل معارضي عودة البرلمان وأعلن راشد الغنوشي على قرارات ضد إرادة الشعب في 25 جويلية وضد القرارات القائمة وتعرفون أن راشد الغنوشي قد جملة من الجلسات عن بعض للبرلمان بعد 25 جويلية وكذلك أعلن مؤخرا أنه فما وفد برلماني أوروبي بش يزور تونس وبش تتعمل جلسة للبرلمان وبش يشارك فيه هذا الوفد من أجل أنه يعني يكون كشاهد يعني يكون محل شاهد على الجلسات البرلمانية في تونس وعودة البرلمان في تونس فقط قبل ما نقول الرسالة نحب نقوله أنه عابير موسي كانت ندت بعدم حل البرلمان لانتفاء الصفة صفة رئيس البرلمان على راشد الغنوشي اللي هو مازال يستعمل فيها إلى اليوم مازال يهبط في بيانات باسم رئاسة المجلس ومازال أيضا يستضيف نواب أو وفود برلمانية من الخارج أو يراسل برلمانات خارجية بخصوص البرلمان التونسي بخصوص عودة البرلمان إمكانية هذه العودة أو لا بخصوص التنسيق لزيارة وفود برلمانية دولية المهم أنه برش أطراف سياسية على رأسهم عابير موسي كانت دعاة رئيس الجمهورية إلى ضرورة حل البرلمان في أقرب وقت بيش تتنحى صفات رئيس المجلس وبالتالي معاتش نجم يراسل أطراف خارجية معاتش نجم يصدر بيانات باسم رئاسة المجلس واليوم الغنوشي أحكي على عودة البرلمان أحب من أحب وكره من كره وين جاء هذية جاء خلال مشاركة راشد الغنوشي في لقاء دعات له مبادرة مواطنون ضد الانقلاب اللي خودها جوهر بن بارك جوهر بن بارك اللي مؤخرا جبدت له تصريحاته السابقة في 2018 وحكي فيهم على إنه حركة النهضة يعني متهمة بجرائم كبيرة وكينت فما إشارة إلى إنه هالجرائم أعلنتهم هيئة الدفاع للشاهدين شكري بلايدو محمد البرهمي والتدوينة هذية كين كتبها جوهر بن بارك في 2018 عاودوا جبدوهيل وقالولوا هيدا التقارب بينك وبين حركة النهضة المدة هذية الكل اللي خنسيت إنك تهمتهم بارتكاب جرائم فأكد جوهر بن بارك إنه الجرائم اللي يحكي عليها مش في علاقة بقضية الشاهدين شكري بلايدو محمد البرهمي وإنما قال هي بالجرائم اللي ارتكبتهم في حق المسار الديموقراطي في تونس وفرضا إنه هذا هو اللي يقصده جوهر بن بارك إذا كان أنت تتهم طرف سياسي أو حزب سياسي بإنه ارتكب جرائم دولة حكا سميها هو جرائم دولة في حق المسار الديموقراطي كيفيش أنت اليوم تحط تحط يدك في يد حزب يعني ارتكب جرائم بيئة على عظمة لسينك أنت قل تعال ارتكب جرائم دولة في حق المسار الديموقراطي فرضا فاليوم أنت في تنسيق تيم وتناغم تيم تخرج وتحتاج مع بعضكم الوقفة الاحتجاجية ليدعو لها مواطنون ضد الانقلاب تحتضن حركة النهضة وتدعو أنصار المشاركة فيها مواطنون ضد الانقلاب عملت لقاء على وضعية نوردين البحيري واستدعات جملة من الشخصيات على رأسهم رجل الغنوشي سامير ديل وزوجة نوردين البحيري جي هذي الكل في الوقت اللي بفهمها برش حديث على نوردين البحيري إنه في وضع صحي هل توفي شنو هذي زوجته تقول زعمها توفي خطر فما تعزيزات أمنية غير مسبوقة أمام المستشفى الأحبيب بوغاتفا يعني فما كيما قل ديما فما استغلال للوضع متاع نوردين البحيري دون قلت اللقاء هذي معاملته مواطنون ضد الانقلاب باشتعبر فيه على تضامنها مع نوردين البحيري اللي تقول إنه مختطف لدى سلطة الانقلاب على حد ما جاء في البيان منذ خمسين يوم وبطبيعة الحال هذا تقرب شديد إلى رجل الغنوشي وإلى حركة النهضة وإلى نوردين البحيري قلت إنه اللقاء هذي حضروا فيه برش أطراف مشكل حركة النهضة كهو هيئة الدفاع على النوردين البحيري ومجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والبرلمانية يمكن صورة أو أكثر صورة لأثار الجدل هو أحمد نجيب الشيبي اللي قاعد جنبا إلى جنب مع راشد الغنوشي في هذا اللقاء وهذا الحقيقة يمس من صورة أحمد نجيب الشيبي اللي هو فيه تراجع مستمر يعني عنده تاريخ نضالي ولكن للأسف بعد الثورة ملقاش روحه أحمد نجيب الشيبي وما كانش فما حضور بيرز ولا ليفت ربما يريد أن يصطف مع حركة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب للبروز في الساحة السياسية في تونس ولكن مثل هاللقاءات تضر بصورة وتمس من صورة أحمد نجيب الشيبي أكثر من أنها بيش تخدموا لو كان هو يظن أن هذه الصورة بيش تخدموا وهذا الوجود بيش يخدموا دونك الغنوشي في الكلمة اللي ألقاها أمام هذه الوفود وهذا الحشد قال إن البرلمان سيعود لا محالة أحب من أحب وكره من كره وقال بأي حق يتم غلق البرلمان لمدة تزيد عن ستة أشهر أكد إنه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا مستقبل له ما عندوش حتى مستقبل يقول مشكلتنا الرئيس بأنه منقلب ويريد إلغاء الثورة ومؤسسة القضاء الغنوشي يقول إنه الشعب سيتخلص من الدكتاتورية وعلى المعارضة الوحدة لمواجهة هذه الانتكيسة في إشارة إلى تحركات المعارضة اليوم يعني الوحدة من أجل العودة بالبرلمان ويتمحون إلى إسقاط رئيس الجمهورية وعزل رئيس الجمهورية في الداخل وفي الخارج حتى إنه زيارته للإتحاد الأوروبي يعني كان قلل منها بعض القيادات في حركة النهضة وللأسف والله دي بقول للأسف لأن المعارضة في أي دولة ديمقراطية تحترم نفسها مش عيب مش عيب إنه فما شكون في الحكم فما شكون في المعارضة المعارضة راه دورها برناء هي صحيح في المعارضة وتمارس الضغوط على السلطة وعلى الناس اللي تحكم بيش تنفذ برامج بيش تعمل تحسينات بيش تخدم مصالح الشعب مش خطرك في المعارضة تضرب صورة رئيس الجمهورية وذيك صورة تونس هو خرج حامل العلم التونسي يمثل في تونس يمثل في الدولة التونسية إذا كانت تتقول شنوه محسوق الاتحاد الأوروبي هوك استدعاه شي لبيلة وعلى بعضها بيلي مهم بيلي مش مهم بيلي حتى منبوذ معناه منبوذ بيلي ما يحبوهش بيلي يكرهوه بالدنيا كل هاوك عايتونه من جملة اللي عايتو ما عنده حتى قيمة ما عنده حتى يعني الحقيقة مش محقول مثل هذي التصريحات نلقاه زيدا أنه وفد برلماني تونسي هكا تم الأعلن عليه وفد برلماني تونسي يشارك في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وشفنا صورة لأسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس ومش أول مرة وفد برلماني أوروبي عفوا نفت برلماني تونسي شارك في هالاتحاد البرلماني الدولي شارك وقمال في زوز تقريبا في زوز مناسبات شارك وكما قلت إذا كان إذا كان ما يحلش البرلمان فإنهم مش يقود ديما متمسكين على أساس أنهم مازالوا نواب أشكور أحذر زيدا في اللقاء هذي حضرت سميرة شاواشي نئب الأولى لرئيس المجلس أحذر الصافي سعيد أيضا في هذا اللقاء حصيب لمهم لكلهم على بعضهم وطبعا راجد الغنوجي قال أنه قيس سعيد استولى على كل السلطات دمرها قادشون في حملة أعلمية على كل مؤسس تهدفها ويقصفها حسب تعبيره تقول مشكلتنا معها ليست أنه سني أو شيعي بل أنه يريد أن يلغي ثورة والقضاء والشعب يقولك زيدا راجد الغنوجي لو كان قيس سعيد يتمتع بقدر من الحكمة لحافظة على المخزون الشعبي اللي سنده في قنارات 25 جويليا ويقولك أنه حركة النهضة منحت قيس سعيد أكثر من 600 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر